سوريا ما بين سنوات قاسية طغى عليها طابع الدم والنار وحاضر عادت فيه ذات الصورة مع اختلاف في المشهد الذي طغى عليه التعقيد ومفردة تصفية حسابات بالوكالة على عاتق الساحات السورية التي تدفع الكلفة فيها جموع المدنيين 12-2024 كان اختلاف الغارات الجوية التي استهدفت وسط أخياء السكنية مقبل سيران الحربي ويدخل التصعيد الدامي والمعقد في الشمال السوري في حما وإدلب وصولا إلى حلب بما جعل سوريا تعيش مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الذي يحمل في طياته أبعادا سياسية واستراتيجية معقدة المعارك الجديدة التي أشعلت فتيلها فصائل مسلحة تحت مسميات هيئة تحرير الشام وأحرار الشام لا تزال غامضة في تفاصيل داعميها ومقاتليها إلا أنها تستمر بإصدار إعلانات التقدم في بعض القرى وريف حلب بينما يعلن الجيش السوري شن غارات مشتركة لطيرانه وطيران الجيش الروسي على حلب وريفي إدلب وحماء حيث أعلنت موسكو مقتل المئات من عناصر الفصائل المسلحة في حين ذكرت وزارة الدفاع السورية أن القصف خلال الأيام الأربعة الماضية أدى إلى مقتل أكثر من ألف عنصر من الفصائل المسلحة من ناحية أخرى أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي حول أن هجوم الفصائل شمالي سوريا ليست تدخلا أجنبيا ردود فعل متفاوتة خاصة مع تأكيد طهران توفقها مع أنقرة بشأن رفض تحويل سوريا إلى موطن للجماعات الإرهابية بينما تستمر الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالدعوة إلى خفض التصعيد ووسطه تتفاقم المأساة الإنسانية في الشمال السوري إذ أفاد التقارير بارتفاع حصيلة القتلى إلى نحو خمسمائة شخصا في المعارك الأخيرة بينهم مدنيون ورغم ذلك أفاد المرصد السوري بعودة حركة المرور على الطريق السريع الرابط بين حمص وحماء مما يشير إلى استعادة الحكومة السورية السيطرة الجزئية على بعض المناطق الاستراتيجية خريطة معقدة وتحولات منتظرة فالصراع السوري اليوم يقف على مفترق طرق حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية في ظل تطورات عسكرية متسارعة ليبقى المشهد مفتوحا على سيناريوهات متعددة قد تتراوح بين استمرار التصعيد أو بدء تسوية جديدة تلملم جراح الحرب التي لم تنتهي بعد ترجمة نانسي قنقر